للفن الهادف رسالة نبيلة وأهداف سامية يحاول الفنان من خلالها أن يوصل للمتلقي شلون يستفيد منها في حياته ضيفنا اليوم الأستاذ جاسم معراج الفيل تشاوي وهو خطاط نائب رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية راح يكلمنا عن رسالة وأهداف الفن الإسلامي حياك الله أستاذ معنا الله حيكم وشكرا على استاذاتكم الكريمة شكرا لك استاذ قبل أن تكلم عن أعمالك الفنية ودنا تكلمنا عن بدايتك مع عالم الخط كانت البداية بالأحرى البداية الجدية في فن الخط تقريبا قبل عشرين سنة كنت تقريبا في المتوسط وجرنا الفن لأنني شفت بعض الأشياء بعض اللوحات الموجودة عندي في البيت قمت أقلد وبعدين بدأت بشكل منهجي مع الاستاذ ويدي الفرهود هو أحد أبرز الخطاقين الكويتين سنة تقريبا ثمانة وتسعين نعم وبعدها تم الاستمرار حتى سافرت تركيا تقريبا سنة الفين واثنين واستمرت الدراسة إلى أن الحمد لله أخذت الإجازة وإلى الآن أعتبر نفسي طالب تقريبا كل فترة يعني أزور أساتي ويستمر التعليم لكن الفرق فيه شغلة مهمة حق التعليم البعض عبال أن التعليم في أي فن يعني يأخذ لها مثلا دورة مدتها شهر أو شهرين وممكن وهي يتأحل لهذا أنا أتكلم على تقريبا دراسة استمرت أكثر من ست سنوات بشكل منهجي يعني عندنا مثل اختبار قدرات إذا استستهت تروح حق درس الآخر يتم التصحيح والتعديل وبعدها يتم الاستمرار وأيضا الفن ليس كان لا ينفصم عن موضوع تهذيب الأخلاق تعامل التلميذ مع أستاذة هذه المعاني كانت يعني خلي نقول كان الفن معجون فيها وهذا أعتقد للأسف الآن افتقدناه صار فيه شيء من الفصل ما بين العلم والتربية ما بين التهذيب والأحرى وهذا كان موجود في السابق عند أغلب الفنون الإسلامية اللي كانت موجودة من الحرف إلى الفنون عادية المقام اللي تطحها حتى في الفلسفة والفكر نعم ليش تشوف أن احنا فقدنا هذا الشيء ما عاد متواجد يمكن أن الطريقة التقليدية حافظت على هذا الموضوع وقعد تحارب بجسارة أو خلق الموت تحارب كثير ما هو فيها شيء من الوزدان والإخلاص لصاحب هذا الرسالة فمثلا أستاذي أستاذ حسن شلبي يقول لي إحنا ما كان عندنا فلوس عشان نشتري أقلام فكنا نروح نجمع الرصاص المرمي أثناء الحرب هذا طبعا في تركيا ونأخذه ونبري وكلا ونكتب فيه حتى كانوا يصنعون من المواد والأدوات كانوا يصنعونها من نفسهم فالحبر كانوا يصنعونها الأقلام كانوا يجزونها من نفسهم ما في شيء كان متاح مع ذلك استمروا رغم كانت الدولة في حكم تقريبا في سنة 1924 تم سجن أي شخص يكتب باللغة العربية في تركيا ومع ذلك كانوا يعتبرونها وهذا لا علاقة كبيرة بالدين بحفظ الإسلام وبالتالي ما هو فن شيء ثانوي أو ما وراءه فكر ما وراءه قيم ما وراءه معاني لا الفن خاصة الفن الإسلامي وراءه قيم ومبادئ يعني خلت هذا الفن يرتقي بالنفس ليس فقط تقضية وقت هذا الفرق نعم زين خلال الفترة اللي درست وتعمقت فيها من خلال هذا الفن تحديدا شلون تشوف عملية التطور اللي حصلت فيه أولا يعني سبحان الله خاصة بفن الخط كتخصص فن الخط مثل الشجرة هي لا تستطيع أن تنمو وتنبت وتجدد من جديد وتتفرع إلا على تراكم سابقها نعم فإحنا عندنا هنا الموضوع أني أنا أتطور لازم أفهم ما قبلي من تراكم وأحاول أبدي من حيث انتهيت وأيضا من حيث ما انتهوا وأيضا كيف أهم بدأوا فالكيفية هي منهجية نعم مو فقط أنه والله إيه انتهوا لهني وبعدين أكمل لا أنت لازم تفهم أيضا كيفية المناهج الفكرية اللي كانوا يتخدمون مو بس فقط منهج معين لكل خطات أو لكل مشتهد فن كان يستخدم بعض الآليات فأنت الحين لما تحلل الأعمال الفنية تكتسب هذه المهارة وكل واحد سبحان الله له يعني خل نقول بصمة خاصة فيه فكل واحد يبحث عن هذه الإضافة مثل نحن نقدر نقربها مثل الطباخ مثل يعني لما أمي وأموتي لما تطبخ كل واحد عندها نفس خاص في الأكل يختلف عن أي شخص آخر لأنه معجوم بالمحبة لأنني أنا راح أقدمه لك وانت ابني وانت قطع مني فعلى كل لفة تقفشة وحوسة تقفشة أو لكل صبة هذا له كثير يعني ليس هو فقط تكويها في فرق كبير بين التكوي وهذا أنا أعتقد هذا الموضوع حتى أحد الفنون مثلا خلنا أخذ مثلا تنون الزليج الموجودة في المغرب نعم أستاذي في هذا الفن كان يقولي أن أنا كنت صغير ما خلاني المعلم وسيد الحرفة أني أشتغل على طول معهم في الطرق أو القص يقول كنت أجمع المصاخة ونظف المكان وبعد ما قمت أرتب الموضوع وكذا قال الآن ترتقي بعد ما نظفت الآن ترتقي نعم فالموضوع حتى التنظيف الظاهر هو لا علاقة بتنظيف الباطن صحيح فهذا الموضوع أنا أعتقد اللي يخلى الفن الإسلامي له ميزة خاصة عن باقي الفنون نعم بالنسبة للخط في الأوين الأخيرة يعني إذا توفقني الرأي جاسم أن دش في عالم الخط الكثير من الشباب الكويتي وتركوا لهم بصمة يعني جدا واضحة في هذا الفن تحديدا شون تشوف دخول الشباب وانخراطهم في هذا الفن والله الفترة الأخيرة ناس ما ذكرت فيه كثير ما شاء الله من الناس اللي قاعد يداولون هذا الفن أخي نقول ثقافة الصورة انتشرت وبالتالي أيضا تأثر مو بس فقط فن الخط يمكن الفن التشكيلي يمكن فيه كثير من الجرافيك ديزاين أو غير أو التصوير وهذا شي جيد لكن الموضوع أن لهم بصمة خاصة في عالم فن الخط أعتقد يحتاجنا الكثير من هذا الموضوع يعني إلى الآن يحتاجنا الدراسة المنهجية أن الدورات لا تكفي ثلاث تشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين لازم تكون مستمرة لازم تكون مستمرة ولازم يكون أيضا الشخص ينتج أكثر من لوحة على أساس يقدر يقيم نفسه يعني الشخص اللي ينتج عشرين لوحة هذا اللحم ما سوى شي أصلا واللوحة غالبا البعض يأخذها أنه يقول الآن بنتج لوحة يعني أنا أحد اللوحات ممكن أنت ما تصدقوني أحد اللوحات على ما أنتجتها تقريب ما أخذت فيها أكثر من ربعة شهر لكن ليس قاعدة يشتغل عليها كل يوم لكن هي مثل كل يوم لما أشوفها كأنها تناديني وتقول أعدل هذا الشهر فأعدل وأرجع وأعدل وأرجع إلى أن أنا أرضى عنها وبعد ما أخلص أحيي لي مرة ثانية وأعدلها مرة أخرى أو ما أرضى عنها وأشوف لي شيء آخر هذا التخاطب والتفاعل مع العمل الفني أنا أعتقد اللي يكسبها مميزة لما الإنسان يشوفها ويقول سبحان الله أو الله وايد حلو هذا الموضوع ما رح يأتي بين يوم وليلة يحتاج كثير من الوقت كثير من الجهة بالنسبة للأعمال الفنية بما أنك ذكرتها واللوحات شنو هي أكثر الأعمال الفنية اللي خطتها إيدك مثل ما يقولون وقريبة منك أنا قبل سنة كنت أقول عمل والحين أقول عمل آخر وحاولت أفسر هذا الشيء اللي أنا أعتقد يمكن لا علاقة في موضوع اللي قلتها تول وهو يبقى كل عمل يحاكي فترة أنت تعيشها فهو الفن الإسلامي بشكل عام والفن الخط بشكل خاص هو تعبير عنك أنت وعن حالتك اللي أنت تمر فيها وعن مبادئك وقيمك اللي خلقه تتطور وتنزل وتكبر في كل فترة من حياتك فكل فترة في عمل معين أنا أكون مايلا حتى بعض مرات أقول أوف أنا كاتب هذا طبعا مرة إيجابا مرة سلبا مرة أشوف أني أقول أوف أنا مو ما أقول كتب كذلك بس مرة أقول أوف ما شاء الله أنا كنت واصل كذلك فلن العمل إنساني بين قوسين مو عمل برنت ولا كمبيوتر ولا كذا هذا الفرق اللي بعضهم يقول الآن الكمبيوتر موجود أنت والحين يعني ما لكم يعني خلقوا قيمة كبيرة أنا أقول نقطة من يد خطات محب شغوف بهذا المداد والقصب اللي كان يتقلم معاه وينبرى معاه كل سنة بعمرة فرق كبير عن الأشياء اللي تكون تكوي سهيح أنا عجبتني كلمة تكوي قاعد توظفها في أكثر من موضوع قاعد نتكلم فيه فعلا لما يكون الشيء بأصله وبروحه وبروح الفنان نفسه يعني تترك أثر أيضا للمشاهد حتى وإن يعني ما كان عنده خبرة ومعلومات كثيرة عن الفن إلا أنه هو رح يحس فيها الرسالة اللي تحب توصلها من خلال أعمالك شنو هي هو السؤال يمكن صعب بالنسبة لي لكن فعليا أنا ممارس هذا الفن ما كان ورائي أي هدف وراء هذا بصراحة لكن بما أن هذا الفن كان لعلاقة كبيرة بالقرآن الكريم في تدوينه من المصاحف الأولى وخلق سادتنا الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينقنهم الوحي فأعتقد وراءه شيء عظيم يعني أنا أقول يكفينا إحنا الخطاطين أن نحاول أن نجود صورة كلام الله سبحانه وتعالى وأن يخرج بأجمل صورة أردتها وأن رب العالمين يرزقك شغف هذا الشيء هذه نعمة كبيرة وبالتالي ممارسة هذا الفن أعتقد على القواعد والأصول التي وضعها الأوائل من أساتذتنا أعتقد أن تصل إلى أهداف سامية ونستطيع أن نكتبها الآن قمت أحاول أن أكتب هذا الأهداف أن نريد أن إشعال النظرة التأملية في الناس أن ما نراه يعبر عن كثير من المعاناة أحيانا كثيرا من الأنس والفرح من الحرية وكثير من القيم التأمل والوقوف على الأشياء مهم ضروري سواء أمام لوحة فنية أو أمام منظر طميعي جميل لأن ما وراء جميل في وراء خالق هو الجميل سبحانه وتعالى بالنسبة لك حصلت على الكثير والعديد من الجوائز شكثر أثر هذا الشيء على مسيرتك الفنية؟ ليس الكثير لكن يعني أحيانا أشعر طبعا أن ما واحد ينجز شيء أكيد يستانس أكيد يفتخر لكن في نفس الوقت أشوف كل مرة عقم ما أنا لهذه الجائزة وأتقدم قليل أقول أنا ما أستحقها للجائزة وهذا أعتقد ضروري أنه يكون ليس فقط لفنان أو الخطاط أنه لازم بعد ما تنجز لازم تلك نظرة خلنا نقول أنت النقدية على عملك الفني وإلا لن تتطور أبدا صح بعضهم يتأثر نفسيا سلبا بعد يكون إنجاز فيصيب بعض الغرور أو بعض خلنا نقول لعدم التطور وبالتالي هو يشوف روحها لكن أنا أعتقد الإنجازات والجوائز هي تكون علينا عبء كبير في تحمل هذه المسؤولية وأن كيف ننقل هذه الرسالة اللي وصلونا لها الأوائل حق جيننا الحاضر بأساليب يعني خلنا نقول تحاكي هذه التطور وأن الفترة اللي أخذناها في التعلم أكثر من ستسنوات كيف نمكن نختصرها ونختزلها ونقدمها بصورة سهلة لهم أنا أعتقد هذا كله نحاول أن نؤدي إن شاء الله نعم هل تشوف الجيل الحالي مثقف بشكل كافي حول هذا الفن تحديدا والله يعني في تطور لكن إلى الكثير الآن يرى فن الخط هو عبارة عن إعلانات وعبارة عن أشياء تكتب على العناوين البوسترز وشيء كذلك لكن هو أعمق من هذا بكثير 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 جدا يعني حتى الحرف الذي ليس له منفرد حرف العين أو حرف القاف أو حكذا وهو وراء عديد من المعاني لكن لذلك أنا أعتقد حتى رب العالمين نبهنا على هذا الموضوع لما قال في كتابه الكريم نون من يعرفنا نون لذلك إحنا ما وراينا فقط هو التأدب ونقول والاحترام لهذا الحرف والتقدير والتبجيل لهذا الحرف لأنه رب العالمين أقسم فيه وأقسم بأحرف فقط ليس لها معنى ظاهر واضح للبداية الأولى وبعدها لما يأتي والقلم وما يسطرون أي يعني أنه فيه وراء شيء عظيم وفيه آيات أخرى الذي علم بالقلم يعني كلها أعتقد رسالة تقول لنا أن هذا الفن فن عظيم يحتاج لكثير من التأمل والتدبر نعم كلمنا على أهم المعارض التي شاركت فيها بالنسبة لي يعني المعارض أكثر من المعارض التي شاركت فيها لكن أنا بالي الآن أعتقد المعارض التي تشارك فيها وهي تطور أسلوبك أو خنقوله تطورك في جوارك معينة هي اللي ممكن يعني خنقوله تأثر في مستوىك الفني هي الجيدة فأعتقد آخرها كان في رمضان ملتقى رمضان سوا في دبي هو عبارة عن استضافة ثلاثين خطات كل خطات يكتب جزء من القرآن الكريم وبالتالي تصير مثل ختمة بخط القرآن الكريم أنا صراحة لم أعتد أني أكتب كمية كبيرة مثل جزء لذلك حدت وقت معين وحاولت أني أكتب بهذا يعني هذه الفترة الصغيرة اللي حدتها لنفسي هذه خلتني تعطيني ملكة أكثر قبلها كان أيضا في دبي كان على نوع معين من الخطوط اللي كانت شبه من داثرة فكان معرض خط المحقق في معارض أخرى لكن تكون جماعية بس هي بالنسبة لي ما أثرت لي فيه كثير فأعتقد هذا يمكن كافي نعم بالنسبة للفنون الإسلامية في لدى الفنون الإسلامية كثير من الأنماط شنو هو النمط الفني اللي أنت وركزته عليه من خلال أعمالكم أنا متخصص في فن الخط ولكن حاولت دراسة فن الزخرفة بشتيها سواء كان الهندسي اللي كان يسمونه سابقا في الهندسة الفاضلة نعم أو الزخرفة النباتية اللي تنقسم عدة أقصام منها يعني الرومي والهلكار والتذهيب والزخرفة أعتقد الثقافة الخطات لازم يكون عندها ملم بالفنون اللي حول فن الخط من الزخرفة أيضا موضوع المنملمات وفن الكتاب القديم وأيضا شيء من العمارة لأنه يبقى اللوحة الفنية هي عبارة عن بناء وبالتالي محاولة تحليل العمارة وكيف إسقاطها على اللوحة والتبادل هذا والتفاعل لأن الخط أصلا لم يكن فقط حبيس اللوحة إنما كان أصلا موجود في الحياة اليومية يعني خلنا ناخذ تركيا كمثال أو القاهرة القديمة كمثال ما تمشي في الحوار القديم إلا وتشوف يعني سواء مثلا كسبيل مثلا سبيل ماي وجعنا من الماء كل شيء حي أو في المسجد الله مفتح لي بابا رحمتك وبالتالي الخطات كان في حياة الناس حتى يسمي أحد الباحثين الله يرحمه كان عندنا أستاذ دكتور محمد المهدي قال فن الخط أو الفن الإسلامي فن الإحاطة أي يحيط بك فيك أينما وليت يعني وهذا يعني نعتقد دورنا الحين كيف نحي هذا الشيء ونعيش ثقافتنا نعم فن جميل أكيد ويريت لو أن الكثير من الناس يتثقفون فيه لأن فن يحاكينا ومثل ما قلت يحيط فينا إذا بنتكلم أكثر على مركز الكويت للفنون الإسلامية كلمنا عنه مركز الكويت للفنون الإسلامية أنشئ سنة 2006 في وزارة الأوقاف تابع إدارة المسجد الكبير هدفه بشكل أساسي هو تعليم فن الخط العربي وأيضا إصدار مجموعة من الكتب تتعلق بهذا الفن سواء كان فن الإسلام بشكل عام وفن بشكل خاص والزخرة فيه يقدم دورات متخصصة للخطاطين اللي حين عندنا فيه فترات معينة أخي نقول للمتخصصين أيضا فيه دورات للعامة نبحثة تكون تقريبا أسبوعين بوقت مكثث وهذا يتم إعلانها عن طريق حساب المركز بشكل دوري وشكل مستمر أيضا أقام المركز عدة ملتقيات دولية تقريبا عدد وصلوا تقريبا إلى ست إلى سبع ملتقيات دولية فيها أكثر من كل دورة تقريبا فيها أكثر من خمسين فنان وخطاط وحرفي هذه الاستضافات الكبيرة فرصة كبيرة لتلاقح الأفكار لتنمية المواهب للقاء الشباب معهم عبر عدة ورش نظمها المركز نعم أيضا نظمته العديد من المعارض شون تشوف مدى تأثير هذا المعارض ومدى تقبل الزائر لهذا الفن والله إحنا أصحاب الكارفة مفتالة ما لا يقدر نقول قياسنا غير معترف فيه لكن أنا مشهد واحد يعني خلي ريحني بعد إنهاء الفعالية اللي هو زيارات المدارس اللي ينظموها إدارة المسجد نعم والأطفال اللي كانوا يأخذون عدة ورش اللي ينظمها داخل قاعة الملتقة كانوا تقريبا يعني عددهم فوق الثلاثة الاف أو الفين ونص تقريبا في كل ملتق من الملتقيات إضافة إلى مسابقات أخرى كانوا أيضا ينظمها المركز كانوا يدشرون فيها من الابتدائي والمتوسط والثانوي بسمة هذا الطفل لما يأخذ هذه الجائزة أو يأخذ هذا المنتج الفني ويأخذه البيت وعلقه حتى اكتشفت يعني أحد عيال أختي محتفظ بكتابة تقريبا مر علىها أكثر من عشر سنوات وحاطه فوق يعني سريرة أنا أعتقد هذا التعليق فوق السرير هو الإنجاز لكن نأمل إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله يا رب إن شاء الله كل ما أخيرة حابت وجهها للمشاهدين أشكركم ويعطيكم العافية فن الخط فن وراء ما وراء أنا أعتقد إذا أحد حاول التأمل ما بعد هذا الحرف سيد أشياء جميلة نعم شكرا لك على تواجدك شكرا أنت عطيتنا لمحة وإن كانت بسيطة يعني بكلماتك الجميلة عن هذا الفن الأجمل شكرا لك الأستاذ الخطات جاسم معراج الفيليشاوي نائب رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية شكرا لك شكرا لكم مشاهدين أحنا مستمرين معاكم لكن من بعد هذا الفاصل شكرا لكم شكرا لكم